اعلن مكتب النائب الاول لرئيس مدسة وزراء اليوم عن اسماء منتسبي الدفعة الثانية من برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية البالغ عددهم 15 شخصا من نحو 700 متقدم من مختلف الجهات الحكومية وقد خضع المتقدمون لمراحل مختلفة من الفرز والتقييم وذلك بحسب الشروط والمعايير التي تم تحديدها بعناية فائقة تحقيقا لرؤية واهداف البرنامج من اجل اختيار وتحديد القائمة النهائية من منتسبي الدفعة الثانية والتي خلصت الى التالية اسماؤهم احمد عبدالحي العوضي من وزارة المالية احمد محمد الطريفي من وزارة الخارجية اسامة صالح العلوي من مصرف البحرين المركزي امينة عيسى جواد من وزارة الصحة دلال ابراهيم الجرينيس من وزارة الخارجية شاهين صقر شاهين من مصرف البحرين المركزي شريفة علي الحجيري من كلية البحرين التقنية بوليتيكنك البحرين علي حسن فردان من وزارة الخارجية فاطمة وليد الجلاهمة من وزارة الداخلية فهد عبدالعزيز البنعلي من وزارة الداخلية محمود محمد عبدالغفار من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة مروى محمد العبيدلي من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة مريم مكي فردان من هيئة البحرين للثقافة والآثار مهدي حمزة البصري من وزارة الصحة وفاء عبد الحميد البحارنة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وسيلتحق المنضمون في الدفعة الثانية من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية كمنتدبين من جهات عملهم المختلفة في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء علما بأن الدفعة الأولى من منتسبي البرنامج تنتهي فترة انتدابهم مع نهاية شهر مايو ليعودوا إلى مواقع عملهم بعد انقضاء عام كامل على انتدابهم لدى المكتب وأكد مع الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية من البرامج الطموحة التي تأتي وفق رؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة المملكة مشيرا إلى أن البرنامج صمم بهدف انتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة من الجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة بما يخدم عملهم الأساسي في جهات عملهم وللتعرف عن قرب على ألية صنع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية من خلال العمل بشكل مباشر مع عدد من المسؤولين وصناع القرار واعتبر مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس التطوير والتنمية الشاملة التي تنشرها المملكة والتي نأمل بأن يكون برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية هو أحد روافد الاستثمار في الكفاءات الوطنية مشيرا إلى أن برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى الأهداف المنشودة منويا بما قدمته الدفعة الأولى من منتسبي البرنامج من عطاء خلال فترة انتدابهم وحرصهم على التعلم واكتساب الخبرات وبأنها كانت أساسا قويا لانطلاقة هذا البرنامج الطموح ومواصلة تطويره ليحقق أهدافه من خلال تحفيز وتشجيع القيادات المستقبلية الواعدة في القطاع الحكومي متطلعا إلى مواصلة الدفعة الثانية من منتسبي البرنامج في تعزيز وتطوير القدرات والإمكانيات التي يتمتعون بها والتي تصب بالتالي في ارتقاء البرنامج عاما بعد عام بنفس الحماس والروح التي ظهرت على منتسبي الدفعة الأولى من البرنامج معربا عن تمنياته للدفعة الثانية من منتسبي البرنامج التوفيق في الاستفادة من كافة الجوانب التي يوفرها لهم البرنامج من خلال فترة انتدابهم في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء موسيقى موسيقى غير س diferentes موسيقى موسيقى